صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام لقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وذلك لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس وفقا للشروط المحددة كما صدق وزير الدفاع على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك قصص الأثر لصالح قوات حرس الحدود وذلك اعتبارا من السبت الموافق الثاني من أبريل صدق الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يوليو 2022 وكذلك الإعلان عن دفعة جديدة من المتطوعين والأدلاء قصص الأثر جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء سمير خليدي مدير إدارة التجنيد والتعبئة أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية اعتبارا من يوم السبت الموافق السادس والعشرين من مارس 2022 وكذلك قبول دفعة من المتطوعين للانضمام لصفوف القوات المسلحة وكذلك أدلاء قصص الأثر لصالح قوات حرص الحدود على أن يتم سحب الملفات اعتبارا من يوم السبت الموافق الثاني من إبريل 2022 وحتى الثامن من مايو 2022 وللمزيد من المعلومات يورجا زيارة موقع إدارة التجنيد والتعبئة على شبكة الإنترنت على العنوان التالي تجنيد.mod.gov.eg وتم إضافة رقم الخدمة الصوتية للمركز الإلكتروني لخدمات التجنيد 154-99